مستاذة ايمان تتفضل سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاك الله كل خير على كل اللي بتقوموا معنا يجي يا شيطنا فضنينا نشط الشيخ الله يرضى عنكم ومبارك فيكم يا استاذ اللهم امين احنا حضرتك دلوقتي انا بسأل حضرتك بصوص زكاة المال انا حسبت المال اللي مفوت علي الزكاة انا بقلي كم سنة مكنش حسبهم كويس فما حسبتهم طلعوا مبلغ كبير فانا ما لقيتش حد قالولي لازم للفقراء فانا لقيت في مستشفى بتعالج الناس الفقراء بدون مقابل فانا بديتهم مبلغ كويس قالولي بعد ما خدوا مني المبلغ قالولي ان ده زكاة مال مش صدقة بعتولي حجر كده هما في المستشفى مشان بيبنوهم بيبعتوا حجار كده بيكتبوا عليها اسم المتبرى حتى الاسم ده بيحطوه على الحائط اللي في المستشفى اه عارف انا الكلام لكم فانا الاسم بلغت باسم والدتي اللي يرحمها قلت له انت حطوه باسم والدتي ده يعتبر بقى زكاة مال ولا هيعتبر صدقة جارية يعني انا قل انا جدا يحسن يحتسب صدقة جارية واللي انت عملتي بانك انت خلتي باسم باسم والدتك ده فقط ممكن يبقى اللهم هب مثل سواب زكاة لوالدتي لكن انت وبتخرج الفلوس ده كان اصدك ان انت تخرجيها عن الزكاة ماناش دعوة الحجر ده حاجة تانية عن انتكلم عنها دلوقتي الحجر اللي هو تحط على الحيطة ده وده مسألة جديدة لازم تتكلم عنها الحجر تحط على الحيطة ده لا انت وبتخرج الفلوس وبتديها لهذه المستشفى لاجل العلاج علاج مش لاجل البناء خلي بالك احنا البناء ده يكون من الصداقات لكن العلاج انت بتخرجيها في علاج الفقراء اه انت بتخرجيها في مصر في مصر في الزكاة لكن ايه السؤال بقى اذا كنت هي دي نيتك فخلاص فلوس زكاة اما بقى مسألة ان انت والله انت قلتي بدل ما يكتب باسم لا يكتب باسم والدتي انت ممكن تقولي اللهم هب مثل ثواب زكاتي لوالدتي هل ده يصل اه يصل ان شاء الله فيبقى اذا وضع الحجر باسم والدتك لا ينفي ان انت خرجت المال بالزكاة اذا كانت نيتك وانت بتخرجيه على انه مال للزكاة ارجو ان يكون كلام واضح ارجو ان يكون كلام واضح يا استاذ ايمان ان احنا كده اذا كانت نيتنا عند اخراج المال انه يخرج على سبيل الزكاة حصل طيب والحجر ده مش هيغير من حاجة من نيتنا لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال بالنيات